اهلا بكم فيديو جديد من حكاية بنات فيديو النهاردة كثير جدا جدا في الكومنتات طلبتم مني. انا بس كنت مستنية ان اكمل الحاجة دي ان انا كنت عايزين توجن الفرن. فانا كنت بقى اجله لان انا كنت عايزة اكمل الحاجة الاول وهنا اكمل لكم على بعده بس عشان الناس كتير بتطلبوه. فانا اعمل لكم بالجزء اللي معايا. اي دي الاول كرتونة كده لسه مفتحتهش خالص معاكم. وفي حاجات تانية انا كنت تصورتها في حاجات قبل كده بس جمعتها لكم انا. اعملوا لايك واشتركوا في القناة ويلا نبدأ. خليلونا نبدأ اول حاجة بالتيفيل طبعا فيش حاجة ما بيجيبش هي صواني او طوصات اي اه والفيديو هيكون عبارة عن الصواني كلها كل الطواجر ومعيهم الطوصات. هنبدأ اول حاجة بالصواني ده طبع ما انت شفتوه معايا قبل كده. كان في الفيديو بتاع اه اه اطوم التفيل بتاعي يعني. اه وانا كنت مجمعها كتاها زي من شايفين كنت جاي بس صنيتين بس. اه رغم ان هم المفروض كان الطاقم يبقى ثلاث ثواني. هو النوع حكاية تركي. اي وشفتو معايا في طاقم الحلل نفسه ان كل حلها اه كانت لوحدها والطاقم كله ونفس النوع حكاية تركية ومعاهم اللي قماشة الابيت ده. قتلكم قبل كده تسيبوه جواه علشان يحافظ عليهم. حتى لو هتحط الصواني في قلب بعضها لازم يكون ده موجود. علشان ما يتخدوشوش من بعضها. اي فالقلبة دي كان المفروض يكون فيها تلات صواني بس انا حسيت ان هي المائسات كلها قريبة من بعضها. فاخدت الكبيرة واخدت الصغيرة وقلت اللي في النص نفس المائس يعني قريب. فمش هتكون مهم معايا بس ما اخدتش بيالي ان انا كده بقى صانية يعني يبقى معي اتنين بس. اه مش تلاتة وممكن ان انا اكون محتاجاها. اه بس قلت مش مشكلة انا لسه بقى لي صواني تانية وجيرانيت وكده. فممكن اكملها في حاجة تانية بعد كده ولسه البرسلين كمان. فقلت خلاص انا اكتفي بالاتنين دول بس في التيفيل. المائسين دول وآآ هكامل بالانواع التانية. ايه بالنسبة الاسعار ان الحياة مش فاكر اسعارهم دلوقتي بس هم اسعارهم كان في الفيديو بتاع اطعم التيفيل. اه وده لونها منبرة بيكون لونها موف كده مش اللون النبيتي المتعرف عليه ان بصراحة كانوا حلوين جدا. اه مش عارف هتلاقوم دلوقتي ولا لأ. بس انا هسيب لكم اللينك بتاع فيديو وطاقم التيفيل بتاعي في العاخر لو حابين تشوفوه. ايه ومن نفس النوع الثوانية اخدت برضو التصوات وانجبتي تلات تصوات بمائسات مختلفة ايه دي مايس عشرين. ايه ودي التفاصيل بتاعتها للنس اللي بتحب ايه التفاصيل وبتسأل عليها. ايه هي نفس النوع كل حاجة ايه اسمها حكاية صنوع التركي دي المائس اللي بعد كده اربعة وعشرين ايه والكبيرة خالص مائس تمانية وعشرين يعني انا حتى ايه وانا باشتري الحلال كنت بياخد مائس واسيب مائس عشان يكون فيه تنوع في المائسات عندي. ايه ودي اكبر وحنا فتحتها لكم برضو بصراحة كده واللي عايزة زيارها في التفاصيل بالزبط هتشوف الفيديو بتاع التيفيل هتلاقي في كل حاجة هي مش هو الله كبيرة وتقيلة جدا يعني انا ايه شايلها كده مش قادرة اشيلها كده بايد واحدة ايه واللون برضو نفس اللون اللي هو كده وفيه لمعة ايه بصراحة همو حلوين جدا وانا يعني في ناس ثالث عليها لقتها انها مش موجودة ايه فاقرب حاجة ليها ممكن يكون السفلون التركي ايه وهي كده عشان بس ان انا عايزة اقول لكم تحافظوا عليها ازاي ان انتم مفروض ما تخسليهش ويا سخنة ما تعملش فيها اكتر من مرة ايه كده يعني عشان نتحافظ عليها انا جبت التلات تصوات دول بس الحين دلوقتي هكمل بعد كده ممكن اجيب واحدة جيرانيت ايه ومش هكتر عن كده مش هجيب المونيوم ولا ستالس هكتفي بدول مع استواني التفيل دي بعد كده مع عنا كمبيلة المطبخ يعني تواجن البيركس بالنسبة لي كمبيلة موقوطة في المطبخ حرفيا مش بحب استخدمها من انا بقى طول الوقت وانا بستخدمها متوترة ايه وخايفة انها تمفجر في شي وانتي كمان مش عارفة هي امتى ممكن يحصل لها كده فا ايه مش بحبهم وبحاجة دايما استخدمهم في الحاجات اللي على البارد الا ازا كانت ماكرونة بالبشاميل فطبعا بتكون حاجات تانية فيها فتحت قولكم هو عبارة عن تلات كتاعة واحد الاول ما كانش هجيبني اوي بس رميل انزلت لكم في الفيديو رفاية قبل كده ناس كتير في الكومنتات عايت لي النوع ده حلو جدا اسمه دوراليكسا ايه هو نوع فرنسيبي وحلو بكل حاجة ايه بس اهم حاجة بقى ان احنا ناخد بقى من التعليمات بتاعته لان هي فعلا اكيد بتكون مهم يعني يعني فيه انواع بتدخل فيه انواع لقه فيه انواع مسلا ايه يعني المفروض اصلا بيبقى ليه وقت معين جوه الفرن مش ان انت تحطي فيه حاجة تستوي تاخد وقت كتير جدا ان هو مكتوب عليه تلتمين درجة وفي الفريزر عالي من عشرين درجة ايه بس هي الفكرة مش في كده الفكرة ان انتي ممكن تسيبيه فترة طويلة في الفرن يكون خلاص انواع مش قادر يستحمل في ايه يعني يتقصر مسلا او يعمل شرخ او كده وده حصل مع اختي فعلا كان في الفرن ولا ايه ايه ترشئ كده الواحده فا ايه انا بخاف منه فانا دايما بقول لكم انا بستخدمه ايه في حاجات بردأ او ان انا مسلا حاجة انا مش هضطر ان انا ازوتها حاجة ولا حط لها سلسة ولا حط فيها حتى معلقة الا لما تطلع من الفرن خالص ويبرد تماما زي الماكارونة بالباشامل مسلا ايه ده المايز التاني واللي كان المايز الصغير هي مساتهم حلوة جدا وبتاخد كمية كويسة قلت لكم قبل كده المستطيل بيكون احلى ايه زي كده علشان البيضوي بيكون ايه مش بيبقى حلو في التقطيع عن متن يعني فالمستطيل بيكون احلى يعني لو هتقطعي مسلا في مكارونة او كيك او كده بتطلع قطع متساوي ما بيقاش في الزوائه اللي بتكون في الشكل البيضوي ده سعره بيكون بربعمية وساعات بينزل عليه عروض في كارفور بيوصل تلتمية اه زي ما شايفين ده الكيك العالبارد اللي انا اقصده ان انا بعمله كده بيكون شكله حلو قوي فيه اه لكن الحاجات السخنة مش عامل فيها غير مكارونة باش عامل بس اول نجريسكو طبعا اه نيجي بقى الاستدمة لنا اتصدمتها ده طعم صواني المونيوم اه ده احيان طبعا مركة معروفة وكلنا عارفينها وانا من يوم ما اجبتم ما كنتش فتحته لأول مرة بفتحه معيكو اه هنا في الفيديو دلوقتي لان كمان ده من الحقيات اللي انا ما صورتهاش خالص قبل كده اه اول ما فتحته اه شكله حلو ويبيني على الماتير بتاعته ان هي حلوة قوي ونعمة واللي هي مش هتنقر بس المشكلة ان انا اتصدمت فيه خفيف لدرجة انا مكتش متخيلية انا عامل شبهة صواني السوق كده اه مش هكون اوفر واقول انه هو خفيف قوي قوي لدرجة انه ممكن يتيني او كده لكن خفيف ما كانش كده ومش عندنا في بيوتنا كلنا بيكون اتل من كده شوية اي او شويتين كمان يعني بصراحة يعني انا مكتش متخيلة خلص خفيف كده كنت اصلا مستغربة الكرتونة كده وانا شايلة العلبة بتاعته مفروض انه هم تلات صواني بحاجة مختلفة وانا كنت حبا جدا معيني الاولمونيوم برضو ما هواش حاجة صحية اوي واقول لكم ليه برضو كل حاجة بس ما كنتش متخيل نواه يكون خفيف قوي كده يعني ان دي مش معقولة دي صينية كبيرة بالمقاس ده تكون خفيفة كده ما هو بتقول لي ان ده يعني اي هو كده نوعه كويس اي والماتيريال بتاعته كويسة وان هو كده اي مش حاجة وحشة بس انا شايف ان ده ممكن لو حطيت في كيك مسلا يتحرق انا بحب استوانيات كنت قيلة ومحملة كده علشان الحاجة ما تتحرقش فيها بسرعة لو بعمل مسلا صينية كيك انا انا جايبة ده بالزيت للكيك والجلاش وكده فالحاجات دي ما بتعص ان هي تبقى اللوموني مع متن بيمتصل لحرارة جميل جدا فمع الخفيف ده هيحرق بسرعة قوي اي انا شايف ان هو مش هيستحمل معي ان انا استخدمه للكيك خالص يعني هناك تجايبال كده بس بسراحة اي انا كنت ناوية كميل ان هو احنا عارفين اللوموني مش صحي وفي نسبة تعارض برضو تقول تب ما احنا متربينا عليه وكده عامتا هو لو الصينية فيها نقارت كده يبقى ما يفعلش انت استخدمه تاني وكده انت فعلا بالدور لنفسك وحرفيا احنا احنا اكيد بنتئذي من الحاجات دي بس احنا مش هنكون اه مش بنعمل مسلا كل يوم وكل فترة شكب عشان نعرف احنا فينا ايه او كده بس احنا عندنا نسبة فشل كبيرة جدا ونسبة اصابات بالكبت كبيرة جدا فمش لازم بقى ان احنا ان نضيع بيات صحتنا ونقاوح برضو اه في نفس المشكلة فانا قلت ان انا هيجيب طقم زي ده مسلا ولو حصل في حاجة اكيد مش هستخدمه بس للضمان اكتر ان انت يحط فيه ورقة زبدة قبل ما تستخدميه في الصماني آآ علشان تكون عايز لكده ما يتفاعلش مع الاكل ومتل لو مش بتستخدمي معي حاجة احماضيا مثلا زي الصلصة او كده آآ هيكون كويس مش هيتفاعل معي حاجة آآ هو اهم حاجة لنو تمليش فيه مسلا آآ خضار فيه صلصة او حاجة فيها صلصة بس آآ فهنحاول نحافز لو انت هتستخدميه يحط ورقة زبدة ومتستخدميش فيه حاجات فيها صلصة آآ مش فاكرة الحقيقة هو كان بيكان بس انا زعلت عليه جدا ان هو خفيف فلو حد فيكم نستخدمه وطلع ان هو عبي حراش وبيستحمل الحرارة ولولي في الكومنتات لان انا كنت فاكرة ان هو يكون عتقل من كده بكتير بصراحة من اجمل التواجن اللي انا جبتها بقى فعلا هو الالب بتاع الانجليش كيك بصراحة حلوة قوي قوي لدرجة انها يعني ندمن ان انا ما جبتش اكتر من كده وفي زي الكويتش كده مش مش سيليكون خالص وحاجة زي الكويتش كده مستغربة ازاي هتدخل الفرن معايا لما بتدخلاشي آآ ده الاسم بتاعي احاول اوضحو لكم برضو علشان آآ المركة دي بصراحة حلوة قوي قوي آآ واللي عايز يجيب حاجات من دي يجيبها المركة دي لنواة تقيل انتو مش متخيلين ده مسلا اتقل من الصينية الكبيرة اللي كانت في طاقم السماني المنيوم طبعا حقيقة كلها مطربة رغم ان انا لسه منضفها من فترة قريبة لكن برضو آآ التراب مال الدنيا آآ المهم ان دي شايفين دي صغيرة قد ايه وتقيلة جدا عن الصينية التانية ومحملة كده فده اللي مزعاني عن الصواني الالمونيوم ان هي المفروض تكون اتقل من كده آآ طبعا انا مش لاقي عليه اي سعر ولا اي حاجة يعزروني في الاسعار لان الحاجات دي آآ قديمة من زمان قوي بقى لها اكتر من تلات سنين تقريبا وانا فعلا مش عارفة اوصل للاسعار بتاعتها بس موجودة في المحلات كتير دلوقتي آآ بس بصراحة ملاقيهم اخفع من كده فحاولوا تدوروا على المركة دي آآ الحاجات دي انتو عارفين طبعا هي من اشتفال فآآ يعني حاول اردوبه منها برضو التقيل ان بيكون فيه منها واخد اللون ده بس بتكون زي الصق خفيفة جدا انتي ممكن اصلا آآ لو ضغطت عليها تتتني في ايدك بس انتو شايفين دي المائسين اللي انا جبتهم وطبعا اي حاجة تحفز عليها حطها برضو في الاكياس بتاعتها علشان آآ ما يتخدوشوش من بعد حتى بعد ما تفرشي حاكتك وكده ويا في الادراك دايما نحط ما بينهم معويزة حتى لو ورقة آآ من بتاعت المطبخ يعني من نفس المركة برضو جبت الصينية بتاعت دي آآ بس انا جبت اللي هي ست آآ وحدات بس اعتقد وقتا اللي هي كانت اتنشر واحدة ما كانتش موجودة واللي هي كمان بتبقى مائسات صغيرة ومائسات كبيرة وفي حاجات فيها سيليكون وفي حاجات ألمنيوم وجوها سيليكون فالحاجات دي انا لسه ما كملتاش زي ما قلت لكم انا بوريكم الجزء اللي انا جبتو لانتم مستعجلين فقولت اقول لكم على الانويع وكده وهي هقول لكم النايز برضو عشان لو واحدة عايزة تكمل حاجتها علشان انا لسه ما كملتش ايه فدول اللي اتنين نفس المركة ونفس كل حاجة بس يمكن كمان الاوالب الاولانية كانت اتقل شوية من نفس المركة برضو انا كنت جايبهم كلهم اصلا مع بعض اه جبت ده اللي هو قالب برضو بتاع الكيكل على شكل قلب بس برضو الاوالب التانية دي اتقل واحدة فيهم الاوالب بتاعت الانجليش كيك وبعدية الاوالب بتاعت الكاب كيك لكن دي خفيفة شوية اوجازة عشان هي ماسة صغير مش عارفة بس دي اخاف من التانيين فعلا اه لكن استيل اتقل من اي حاجة موجودة انا بشوفها دلوقتي بشوف حاجات خفيفة اوي اه الحاجات دي برضو اعيز اقلوكم انتم تطلبوش الحاجات دي اونلاين ابدا لازم تمسكي الحاجة كده وتشوفيها تقيلة ولا لأ اتشوفيها خفيفة تشوفيها حاجة وغدا لون ولا هي حاجة صناعتها كويسة اه برضو جميل نفس المركة وكل حاجة جبت الصينية دي اه دي اللي هي بتاعت التارت او بتاعت البسبوسة او ممكن تعملي فيها بتزا هي بس دي تقيلة شوية عن اللي هي القلب يمكن علشان دي معصة اكبر مش عارف بس هي بتراحة القلب دي اخاف واحدة فيهم المفروض كنت اجيب من دي كزا واحدة مش عارفة برضو لي ما جبتش وقتها جايز كنت بستانية اجيب في انواع تانية ممكن اجيبها في الجرونيت انا هحاول بعد كده اه استغاني اللي اجيبها في الجرونيت اكتر حاجة كنت اجيبت برضو حاجات تانية للبيتزا زي ما انتم شايفينها اللي هي في توية الرفائة بس جمعت لكم برضو هنا في ناس على الميادة على الاولاين بيبيعوها على انها بتدخل الفرن الشاحة يا انتم شايفين معايا مش مكتوب علينا انها بتدخل الميكرويف و بتدخل اه غسلت لطبوع لكن اللي تجربها ودخلها الفرن يقول لنا اه يعني هقاف برضو ان انا ايجيزي فيها ودخلها انا قد اجيب هنا ان انا ساخن فيها او ان انا جايبها على اقساس ان انا اقدم فيها علي طاول يكون شكل حلو جدا. كنت اجابهم من كرفور كان واحد تقريبا 40 جنيه. جبت منها المياس اللي هو شبه سنوبي ده الصغير. وجايبة منها اتنين تانيين كوبور. بس الصراحة ما كنتش جايبهم ان هما يدخلوا الفرن خالص. فانتم لو حد فيكم فعلا ندخلهم الفرن وطلعوا سلامي يقول لنا. آآ علشان نعمل حسابه ان احنا مسلا ما نزودش في السواني بتاعة البيتزا التانية. همينشوف حاجات كتير للبيتزا فممكن نكتفي بدول وندخلهم مسلا. آآ ونطلعهم نقدمهم على دول هيكون شكلهم حلو جدا. وفكراتهم هتكون حلوة. طبعا السنوبي ده صغير شوية على العلي الشيف ده. آآ جبته من دول التلاتة. آآ طبعا انا بقي لي حاجات كتير جدا. بقي لي صواني الجرونيت. بقي لي لسه برضو هجيب طاصة وجرونيت. بقي لي اللي هو بتاع الشاوير ما كيف ده. هتعملي بسطة حاجة طبقين سريعين كده بسرعة يعني. آآ ففي صواني كتير فيه من دي برضو ممكن اجيبها تاني. في اللي هي الحاجات الفخار لو انت عارفنا التواجن الفخار بحبها جدا والاكل فيها بيكون طعمه حلوة قوي قوي. آآ بعمل فهن محيش كلها بتبقى حلوة جدا. هي بقي لي كمان طواجن البورسلين وسواني الشيز كيك وشوية حاجات للكيك وحاجات سلكل وكده فانا لسه اكمع على الحاجات دي كلها كده كان الفيديو يا رب اكون قدرت افيدكم في حاجات انا عارفة لسه نقصة كتير فانا اقولت لكم لسه اجمعها وانا اعمل لكم الفيديو ده عشان الناس اللي مستعجلة عليه. يا رب اكون قدرت افيدكم باي حاجة لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان اللي شافنا الاول مرة يشترك في القناة فعلو كرس باي باي.